أستاذة مارسة عايزين نعرف برضو حتة التمييز يعني التمييز اللي بتعاني منه الستات بقالها قرن مثلا بين الرجل والست آي نعم أنا بعتارف إن احنا خدنا حقوق كتير الفترات اللي فاتت أو 8 سنين انت راضية عن الحقوق وخلاص؟ لا أنا مش راضية أنا لست مكملين بس لازم يقول العرفة لما حد يقدم لك حاجة حلوة هتقول له شكرا فإحنا مقدرين لكن إيه في ملف بقى الحوار الوطني؟ إيه اللي تعمل في الحتة دي في التمييز ما بين الست وراجل؟ أشكرك الموضوع في غاية الأهمية فكرة المعاناة اللي بتعاني منها المرأة في موضوع التمييز مش بس التمييز علشان هي ست من حيث النوع ولكن كمان ده بيترتب عليه أثار تانية يعني نجي نتكلم في الشغل مثلا علشان تروح تتقدمي لنفس الوظيفة شاب وبنت هي هي نفس الوظيفة ونفس المهام بنفس عدد الساعات هتلاقي إن مرتب البنت دايما أقل من مرتب الولد ده ليه ده ليه أثار وتبعيات وعادات وتقاليد ومورسات كبيرة جدا ليه لأن عندهم قناعة أو يمكن المورسات القديمة أن عندنا قناعة أنه الست مجودها أقل أو أن الست سريعة المتغيرات فممكن تمشي من ضمن الشكاوة اللي كان بتجينا أنه لو بنت مخطوبة راح تشتغل ميردوش يشغلوها ليه لأن عندهم قناعة أنه هتمشي وهتمشي وتسيبني لأ مفيش كده مفيش في الدولة في العالم عندها المعايير التمييزية اللي بناء عليها بتوعاني الست من ده عندنا تمييز في إنك لأ ما تدخليش قتل لوحدك لازم يبقى معاكي حد ده قانونا مش موجود وقانونا يعني حاجة لازم الحساب عليها والدرور الرقابي يعامل يعني يعني دور لكن ده موجود الحتة دي جديدة والناس كتيرين يمكن تعرفهاش إن فعلا لما البنات روح ينزلوا في قتل لوحدين وقالك لا ممنون مش من حقه طب لما الشباب رجالة تروح تنزل في قتل لوحدين يقولك عادي مش من حقه هو يمنعك عن وجودك في قتل قانونا هو بني وبينك يعني قوانين خاصة بالسياحة وقوانين حاكمة منظمة منفعش تمنعني عملك لكن هو عنده دايما رؤية معينة هي اللي بتخليه يتصرف على ده إيسي على ده كل وسائل التمييز اللي المرأة ببناء على أنها ستة فبتتعاقب عليها يعني بالبلد دي كده ده أنتوا واخدين بالكم من كل التفاصيل طبعا تفاصيل حتى البسيطة التفاصيل دي هي المعاركلة للمرأة بزداد يعني المرأة لما تيجي تقولي لي مرأة عاملة مشروع صغير وبتستهدف منه أنها تبقى جزء من اقتصاد رسمي للبلد وإنت تيجي لمجرد أن يكونها ستة مش عايز تشتغل معها طب حقوق أنت جربت العمل معها شفت جديتها في التفاعل في المشروع مع أنه بالعلم وبالورقة والألم الستة أقدر على الكفاءة في العمل الستة أكتر تحمل في عدد ساعات العمل الستة أكتر تركيز في أنها تعمل أكتر مهمة في ذات الوقت الستة أكتر تحمل على عبور المشكلات والتفكير في حلول خارج السندوق ده أنا مش بتكلم علشان أنا ستة أنا بتكلم بالعلم ده بالعلم طبيعا طول الوقت نقول الستة مالتي تاسك بتعمل كل حاجة تبقى العيل على إديها ومسك التليفون بتكلم مامتها وتطبخ في نفس الوقت وقعدة بتذاكر اللي ابنها التاني يعني الوديها واللي عمالها تقلب في الحلها وتطبخ وبتفكر بكرة جدولها هيكون إيه وبتنظم الحاجة وتقفل البيت بدري بدري عشان عندها شغل تصحى الساعة سابعة الصبح وبترتب البيت لا لا الستة بتعمل كل حاجة بالضبط دي طبيعة ربنا إدها للستة عموما ويمكن الستة المصري أكتر لأنه يوغد على الشقة من صغرها يعني فده بقى أصبح جزء من وطيرة حياتنا فإحنا كل المقاومات تخلي إنه ما فيش حاجة اسمها تمييز يعني إحنا بعد كده هنلاقي بقى بعد الحوار الورطني ما يخلص شروط بقى كده مقترحات أو مشروع قانون هتعملوا إيه يعني يعني هبقى بعد كده ممنوع واحد اتنين تلات اربعة إنه ما فيش تمييز في واحد اتنين يعني هنلاقي كده كل حاجات التفاصيلات الصغيرة دي هتختفي خلاص بعد كده بالضبط إحنا جبنا الحاجات دي منين بالمناسبة أرجع لسؤال حضرتك الأولاني خالص أيوه جبتوا الكلام ده منين جبتوا كلام ده منين من الناس من الستات من المعاناة اللي أنا عارفت منين المرتب كان إيه وإيه وكان مش من الناس من ستة عانت فجأت نقلت مشكلتها هو دي فايدة الحوار الورطني أنا برضه ليه جبت ليه عارفت الموضوع ده لإني شفت بوست كان في العيد وإحنا عادين بنتابع طول الوقت على السوشيال ميدي فلاقيت بوست البنات جامعيات فكانوا كابين يعني إيه كده يعني إيه اللي بيحصل فينا كانوا رايحين يعيدوا يعني جروب زي رحلات الجامعة فكانوا بنات بس فكانوا كابين إن القتال رفض ينزلهم في الفندق عشان هم بنات بس دي كانت أول مرة معلومة بالنسبة لي مثلا إن إيه ده وإحنا ده بيحصل عندنا ففي تفاصيل اللي مش عايشها مش عارفها بالظبط بالظبط من هنا جات يعني بعض المقترحات يمكن أنا كان ليه شرف أن أنا أحد متحدثي للحوار السياسي في موضوع التمييز خصيصا يعني وقدمت مقترح يمكن بعض الدول الأوروبية والعربية عاملينه وهو مفوضية عدم التمييز المفوضية دي أشبه بكيان أو جهة خارجة بقانون وبعقوبات يعني صارمة بتتكلم عن كل أشكال التمييز اللي ممكن تعاني منها المرأة أو أي مواطر سواء التمييز على درجة الأعاقة مثلا نشوف ست لأنها معاقة فبيتم التمييز ضدها سواء مثلا ست قصيرة أو بنت قصيرة لأنها قصيرة فبيتم معها التمييز حد شغال حد مثلا في تمييز جغرافي الستات بتوعصعيد ليهم تعامل أو تمييز معاين عن الستات في الحضر في تمييز ليه علاقة باللون أنا أتعامل مع الست البيضاء أنا أتعاملش مع الست الصمرة في أنواع تمييزات مختلفة كتيرة جدا ودي كل لجنة من اللجان دول هتتبنيها مفاوضية عدم التمييز في إطار قانون منظم أنه أي حد يعاني من أي تمييز من الأشكال دي أيها هيحاكم بالقانون يعني أنا أول بعد كده أنا ما حس في مشكلة في حتة التمييز دي إن هما ميزين حد علينا أو كده ففي المفاوضية دي اللي بتجيب لحق من حقق إنك تروحك اشتكي ومن حقق إنك تروحي تقدمي بشكل رسمي جدا هو ده الإطار التنظيمي دي كانت مقترح من ضمن مقترحات النهاردة المحور السياسي ضد التمييز للبر وإحنا مع حضرت الجد فأتمنى طبعا أنه يرتقي للقامة السياسية وكماجلس نواب يخرج للنور ويمكن عندنا العديد من الدول حقيقة قامت بالتجربة دي وكانت ليها مرضوط مجتمع كبير جدا وإحنا عندنا دلوقتي استعاب لده يمكن التمن سنين اللي انت بتتكلموا عليهم دول إنه السياسي رئيس عبدالفتاح السيتي عمل فيهم عصر المرأة الزهبية إدى للمجتمع نوع من التمهيد اللي بقى عنده استعداد إنه يتقبل أي فكرة للمرأة صحيح ده مش بسهولة لكن عنده مش بسهولة بس إحنا كستات بجد من جوانا حاسين إحنا عارفين نتكلم عارفين والرأينا وده المهم